بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق اللوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها أجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولو الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور فكان تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألوا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذؤولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصوكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نبجوا في عجوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا مذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون قل أرايتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تركنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرايتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين